لكن خلينا نتكلم عن محمد صلاح ومحمد صلاح اللي يعني بنتكلم انه هو في مباراة افرتون بيسجل هدفين وكان طبعا كان عامل كبير جدا في بوز ليفربول بنتيجة اربعة واحد على طبعا افرتون في نهاية المباراة ويمكن ان محمد صلاح اتوجه بسؤال يعني حد من الصحفين سأله قال له ايه رأيك فيه ترتيبك او ترتيب او يعني اللي حصل في البلندور وحصولك على المركز السابع طبعا كان يعني سؤال محرق جدا لكن باحترافية شديدة محمد صلاح وقال يعني لا تعليق الكثير من المواقع الرياضية كمان العالمية ابرزت النهار ده الرد ده من محمد صلاح وركزت على رد صلاح ويسخريته من السؤال طبعا اكيد يعني بيكشف عن عدم رضع محمد صلاح عن هذا الترتيب واحتلاله المركز السابع في البلندور كمان مش بس محمد صلاح يمكن بعد السؤال دوت احد الصحافين قال لي محمد صلاح انت لو استمريت على هذا الاداء اللي بتقديه السنادي اكيد هتكون انت الابرز وانت اللي هتاخد البلندور في هذا العام او في عشرين اتنين وعشرين كان كمان رد محمد صلاح في منطقة الاحترافية وفي نوع من كمان السخرية وقال له محدش عارف الله اعلم يعني بما معناها كمان ان في يعني سخرية للجايزة وان محمد صلاح رد على هذا الصحفي والصورة اللي قدام حضراتكم كمان محمد صلاح هو اخد من اوف دا ماتش او كينج اوف دا ماتش في مباراة افردو وزي ما بقول لحضراتكم كمان محمد صلاح كان ردود افعاله اكيد في مستوى احترافي كبير جدا كان بعض الصحفيين بيحاولوا ياخدوا منه بعض التصرحات اللي تطير الجدل لكن زي ما بقول لحضراتكم يعني السؤال اللي سألوا جاوب بكل احترافية وقال مو كومنت والسؤال اللي بيقول اما بعض الصحفيين سألوا استمرارك في هذا الاداء اكيد هتكون انت اللي هتحصل على البلندور القادمة برضو محمد صلاح رد بكل احترافية وقال لهم يعني ما بينك سين كده عمرك ما تعرف وكان طبعا رد محمد صلاح يعني رد فعلا احترافي بشكل كبير جدا كمان على نتكلم على مستوى كمان المدربين يورجون كلوب لما تسأل كمان عن البلندور ومحمد صلاح قال يمكن ان محمد صلاح لا يستحق هذا المركز تماما وكمان قال ان محمد صلاح ما زال مستمر في العطاء محمد صلاح بيقدم مستوى اكتر من رائع ويمكن كان يعني فيه كمان يعني خرج ليبربول بعد المباراة ولما دخل يورجون كلوب بقط اللبس لا محمد صلاح غضبان جدا يعني كان محمد صلاح بعد مباراة ابرتون في قط اللبس كان زعلان يورجون كلوب توجه لي وقال له صلاح احنا كسبنا اربعة واحد قال له اهد كله تمام بس انا كان نفسي احقق الهاترك فمحمد صلاح كمان على المستوى الطموحات زي ما حضراتك شايفين ويوجون كلوب بيتكلم على ان محمد صلاح طموحه عالي جدا وبيجدد اهدافه بشكل كبير لدرجة انه هو يعني مش كفايا انه يحقق هدفين ويقدم وياخد كينجوب داماتش لكن محمد صلاح كمان كان زعلان في قط اللبس بعد المباراة انه ما عملش الهاتري الحقيقة محمد صلاح يمكن بيدينا دروس كل يوم على مستوى الاحترافية على مستوى الارادة على مستوى تجديد الطموحات ومحمد صلاح مع ليبر بول بيزيد كل مباراة يعني بيقدي فيها بشكل اكتر من رأيه يوجون كلوب كمان بيساند كان بيساند محمد صلاح بشكل كبير ويعني لما تسأل عن محمد صلاح وعدم حصوله او حصوله على المركز السابع قال هذا جنون يعني دوت مستحيل يكون طبعا ترتيب محمد صلاح وكان يعني محمد صلاح بيقول انه هو من نوعية المهاجمين اللي يخشاها اي مدافع في العالم وبيقول ان الهدف التاني اللي سجله محمد صلاح نموذج في كيفية الضغط على الخصم ودفع الخصم من ارتكاب الاخطاء وكان محمد صلاح يعني زي ما حضراتكو او كلنا دابعنا انه ضغط في نص الملعب قطع الكورة على مسافة اكتر من 45 متر وبسرعته المعتادة بيعدي وبيروح لغاية الجون وكمان بمهارته وهدوءه بيحرز هدف اكتر من رائع ويمكن بعد كمان وسال الاعلام هناك في انجلترا طلعت يعني منشتة كبيرة كده حضراتكو فاكريني الافلام الاجنبية يعني تقدر تمسكني وكانت كتبت ده العنوان على محمد صلاح يعني بيقوله catch me if you can يعني لو تقدر تلحاني امسكني ده كان تعليق ظريف جدا في احد الصحف الانجليزية تعليقا ان محمد صلاح محدش يقدر يوقفه واللي يقدر يوقفه يعني يكون في مسابة الهيرو او في مسابة الابطال اشتركوا في القناة